مشاهدين هذا الملف نناقشه مع رئيس هيئة التقاعد الوطنية الأستاذ ماهر حسين رشيد أهلا بك سيد ماهر معنا في هذه النشرة يعني إذن بداية الشهر المقبل سيبدأ تطبيق الزيادة في الرواتب وبالخصوص الرواتب المتقاعدين يعني هل من تعليمات أو تفاصيل ممكن أن تطلعنا عليها؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لكم وشكرا لقناتكم الموقرة والمشاهديكم الكرام حقيقة هذه أجت من مواصلة ودعم من الحكومة في رفع مستويات المعيشة لكاه الكبار السن وشريحة المتقاعدين وبنفس الوقت يعني بمجال تحسين المستويات المعيشية سواء كان في مختلف الشرائح ودعم الفئات الهشة أقر مجلس الوزراء يوم أمس مشكورا وبتوجيه من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء ودعم مباشر من عنده هذه الزيادة هي منحة مخصصات معيشة يسمى فتشمل المتقاعد من المليون دينار راتبة فما دون قبل توزيع النسب يعني كان الأصيل مليون دينار فما دون وإن كانوا ورثة للأصيل كان راتبة مليون دينار قبل توزيع النسب للأفراد فهم كل وريث مشمول في هذه النقطة هي الحكمة من عدها بالفعل أنه رواتب الاعتبار من المليون فما دون هي الرواتب الأدنى للنسبة لبقية الشرائح من المتقاعدين والغاية أيضا هي الورثة اللي هم كانوا يعني عادة ما يأخذ بنظر الاعتبار المساء المتعلقة فيها حكومات سابقة أو إجراءات سابقة كانت تمنح بعض المنح التقاعدية ولكن عادة تشمل المتقاعد الأصيل فقط وعد ما يتوزع على أفراد الأسرة فتكون المبالغ يسيرة جدا وما تغطي وضع المعاشر لهم ما كانت يعني تدبي الرغبات اللي موجودة عندهم عفوا بهالمسألة هذه فكان الغاية والهدف من عدها بهذه النقطة كانت توجيهات دولة الرئيس بعد إصدار الحزمة في شباط من هذا العام بأنه ينظر في هذه الفئات سعت الهيئة عبر هذا الموضوع وشكلت لجنة برآسة هيئة التقاعد الوطنية وممثلة في ديوان الرقابة المالية وموازنة في وزارة المالية ومكتب رئيس الوزراء والجهات ذات العلاقة كان أيضا لمستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون حقوق الإنسان أيضا دور في هذا الموضوع وقدم بعض المقترحات باعتباره أنه هناك شرائح توصل أصواتها إليه فاللجنة أكملت إجراءاتها وقدم السيناريوهات عديدة لهذا الملف صار الاختيار على هذا الموضوع أنه تكون الزيادة 100 ألف دينار تشمل الأصيل يسموها الأضبار نسميها الأصيل من المتقاعد وتشمل الوريث قبل توزيع النسب بعد وفاة الأصيل يعني كل من مليون دينارات بكان فما دون الورثة يشملون بعدهم المستحقين منهم المستحقين منهم طبعا وبالحديث سيد ماهر عفوا عن الوريث لكل وريث 100 ألف نعم يعني إذا شخص المتوفى إذا عنده 3 يأخذون كل واحد 300 كل واحد 100 إضافة إلى راتبة طبعا هو إضافة إلى راتبة منه يعني تخصي الوريث طبعا هو راتبة الوريث طيب عادة النسبة أشهد لك ياها بالقانون يعني الآتي وفاق قانون التقاعد رقم 9 لسنة 2014 معدل عندما يتوفى المتقاعد إن كان وريث واحد يأخذ 80% من الاستحقاق التقاعد للوالد وإن كانت ورثة 2 يأخذون 80% من الاستحقاق من الوريث الأصل وإن كانوا 3 صعودا يأخذون 100% طيب 80% بـ 80% بـ 80% بـ 80% بـ 100% بـ هذول الفئات الثلاثة إن كان راتب الأصيل الأصيل هو مليون دينار فمادون اللي هو المتوفى المتوفى قبل يعني قبل التوزيع على المد لا يفهم من تلامي دورات أكو واحد راتبة مليون ومئتين أو راتبة مليون وخمسمية ولكن من التوفى توزع على الوريث فأصبح كل واحد ستمية وسبعمية هذا ما مشمول عقلية أقول لك إن كان الأصيل راتبة مليون فمادون فهو عنده ثدين ورثة ثلاثة ورثة أربعة لكل شخص 100 ألف دينار الحكمة منها شنو إنه هذا الشخص الوريث المستحق أصبح هو متقاعد عدنا بحكم القانون أصبحت عنده هوية تقاعدية وأصبح عنده إضبارة تقاعدية ويتعامل معه مع تعامل المتقاعد طيب طبعا تقول لي هذه تفقد ما تفقد قيمة استحقاقها إلى مثلا القاصر عندما يبلغ 18 سنة بعد 18 سنة ما يبقى مستحق الراتب التقاعد تحجب عنه المرأة بعد الزواج تحجب عنه الراتب أساسا هو يحجب عنه مو فقط يعني موضوع الزيادة وبالأصل تحجب عنه وهكذا طيب وعليه كانت غاية الحكومة أنه تصل إلى هذه الوردة يصلون إلى القاصرين يصلون إلى الطلاب من أولاد الطلاب يصلون إلى الأرامل يصلون إلى الزوجة يصلون إلى المطلقات وهكذا طيب فهذه الغاية والحكمة الرئيسية طيب الأحصائية أستاذ ماهر المتعلقة بالمتقاعدين اللي راح تشمل مليون و ستمائة ألف متقاعد نعم هاي بها شمولية للمدني والعسكري نعم نعم هو الآتي هو مليون و ستمائة و ثنين و أربعين ألف و تسعمية و ثلاثين بالرقم العديد هاي لآخر أحصائية في الشهر العاشر عدنا مقسمة على الآتي بين مدني و عسكري طبعا جزء من عنده يعني الموازنة تتحمل الهيئة اللي هم مليون و مية و ثمانية تسعمية و خمسة عشر يتحمل مبالغهم الموازنة الاتحادية وجزء يتحمل صندوق تقاعد موظفي الدولة اللي هم خمسمية و أربعة و ثلاثين و خمسة عشر ما بين عسكري و مدني التوتل كاملة المجموع مليون و ستمية و ثنين و و أربعين تسعمية و ثلاثين لحد التحديثات هذه طبعا ضيئة متغيرة هذه التحديثات تعرف باعتبار يفقل استحقاقها أو يضافل بعض الوراقات طيب يعني يا أستاذ مهر يعني هذه هي أشبه بالمنحة هل ستستمر هذه أم لديها فترة محددة قد تنقطع نحن بالقرار ما محددة بفترة الحكومة السابقة بقرار مجلس وزراء كان رقم ثمانين لسنة الفين و ثنين و عشرين أعطتها منحة لشهر واحد في حينها ولكن الحكومة أنا كنت حاضر في جلسة مجلس الوزراء و محددت بتاريخ معين و محددت في توقيت معين وبالتالي هي تستمر لكل شهر يلي الشهر الآخر هل نحتاج أنه الآن صدر قرار لكن هل نحتاج أن نحول القرار وتضمينه في الموازنات اللاحقة بلا شك و أي موضوع مالي أي موضوع مالي لا بد أن يكون إلى تخصيص طيب يعني بالنتيجة لا بد أن يكون إلى تخصيص وزارة المالية هي كانت ممثلة عبر هذه اللجنة و معالي الست وزيرة المالية كانت حاضرة في جلسة مجلس الوزراء وبالتالي لا بد الحكومة برمتها و ليس فقط وزارة المالية تأخذ على عاتق الاعتبار هذه الزيادات في ظل جداول الموازنة في عام 2024 و السنوات المقبلة طيب يعني أستاذ مهر اليوم ذكرت حضرتك في المؤتمر بأن هناك بعض الثغرات في قانون التقاعد العام يجب تعديلها ما هي هذه أو أبرز هذه الثغرات هي الثغرات موجودة في مسألتين حقيقة بدءا هي القانون صدر في عام 2014 سريان القانون كان منذ 2014 صعودا وتعدل بالتعديل الأول بالقانون رقم 26 سنة 2017 أيضا سريان التعديل كان من 31-12-2017 يعني من 2020 بدأ نفاذ القوانين ذني أصبح التفاوت بين المتقاعدين وهذه شكلت ظلامة عدل بعض المتقاعدين بشكل كبير يعني اللي طالع تقاعد في عام 2013 في الشهر الثنعاش يختلف راتب التقاعدي لللي طالع تقاعد في الشهر الواحد من عام 2014 وهي أيام دورات التفرق بعض المتقاعدين يراجعون فأصبح أكو هذا التفاوت وغيرها من المواد القانونية جديرة أنه بابد أنه تعالج هذه المسألة الهيئة استعدت لهذا الموضوع وخاطبت بعض الجهات المختصة بلا شك أي تعديل للقانون هي من صلاحية السلطة التشريعية هيئة التقاعد الوطنية جهة منفذة للقوانين الماترية ولكن طلبنا منهم أن يأخذون رأينا باعتبارنا جهة المطبقة للقوانين هذه هذه الجهة جهة الثانية ما على أسف أنه قانون تسعى لسنة 2014 المعدل لا يومنا هذا ما صار لتعديلات في سبيل تبسط الإجراءات المتعلقة التعديلات مهمة ويعني ما تخرج من أهمية القانون لأن تنظم المسائل وتعالج المشاكل أبرزها ساد ماهر أبرز هذه التعديلات لا هي التعديلات أقول تعليمات تعليمات عفوا أبرزها هي أساسا ما موجودة يعني أساسا ما موجودة لهذه التعليمات وبالتالي وضعت الهيئة ومديرياتها بالاجتهاد في بعض المعالجات المتعلقة بهذا الموضوع طيب شكلت لجنة مركزية بين هيئة التقاعد الوطنية والجهات العسكرية والجهات الحكومية لوضع التعليمات وهي بدأت بالعمل إن شاء الله تعالى وصارت سترى النور هذه التعليمات وأيضا نتبسط الإجراءات لأن غايتنا الرئيسية بالمعاملة التقاعدية هي بتبسيط الإجراءات وتسهيل الخدمات المقدمة المتقاعدة نعم رئيس هيئة التقاعد الوطنية أستاذ ماهر حسين رشيد شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر